المستثمر المقيم في مصر محل مشاكل الاستثمار. لسه مازال اه موجود تضارب وزارات مع بعض. وانا مش عايز ان انا يبقى لي سلبة الوزارات مباشرة عشان عرف حل مشاكلي. انا عايز بفيه جهة هي واحدة بتكلم معها لو عندي استثمار سياحي. بها جهة واحدة تتكلم سياحة. استثمار زراعي هي جهة تتكلم استثمار زراعي. مش بعد ما اخلص اروح اه مش عارف يقول لي هات موافقة من هنا او من هنا وهنا ودي من احد المشاكل اللي موجودة اللي تقدر اه اولا تديني حقية ما يكون فيه خلاف او اه اه بتخلصي شغل بسرعة لان الوقت اه بفلوس احنا عدينا خلاص فترة كبيرة. مش نقصة نقعد نختلف تاني. وتضارب وزارات مع بعض والامور دي. تاني حاجة جهات الرقبية. انا بقى نشد ان المفروضة جهات الرقبية تطلع برا برا الحكومة. ما نفعش ان الحكومة هي اللي بتعمل كل حاجة. انا الحكم وانا الجون وانا صاحب الكورة يعني. هي اللي بتعمل كل حاجة. طميلة حاسبها. يعني اتكلم مجلس الشام. مجلس الشام بحاسب ايلا وليه. لا انا عايز يبي فيه جهات محيدة. هي اللي بتطلع لعمليات التخارير. هي اللي بتطلع لعمليات المرأبة. هي اللي بتقولي انا فعلا مطابق اللي غير مطابق. كل الامور دي ان مطلوبة انها تبقى جهات محيدة. بنها بل ما تبقى جهة. والحكومة تحط المعايير. وجهات محيدة معتمدة دوليا. فانفعلا فعلا الدور الرقابي السليم اللي هيقدر ينفذ لنا بها. مشكلة التشريعات ومشكلة التحكمة الدولي اللي بيلجأوا اليهم المستشريقين العرباء. الاجانب سوريا. لا دي كارسة طبعا ما تم في الفترة اللي فاتت انه ارضاء قطاع على حساب الدولة ده مرفوض مصلحة الدولة اولا وعشرا فوق كل حد يعني كبير صغير مصلحة الدولة لان دي دي فيه قرارات لازم تتاخد فيه مصلحة الدولة هي اللي تنفذ انما ان احنا نحابي منطقة على منطقة ونحابي مجموعة على حساب مجموعة صحة الدولة فين تتحطي كاساس كله يتحمل تقولي لي بيقى مستثمر كبير مواطن كله لازم يتحمل لحد من عادي بيقى المشكلة انما كنا نقرف عضية واحد عايز يشتهر والتاني نوصل ليه مش هزين نتكلم في تفاصيلها لكن في الاخر امه الاسف معرضين الى يعني مليارات دولارات خسارة وربنا استور نتمنى انها تنجح ان شاء الله عشان نقلل بس الفاقد بتاعها توقيته مهم جدا لانه جي بعد ما الدولة فرضت هيبتها في الشرع المصري مبروك علينا وسط البلد مش كده برضه يا فانتم بعد عادة لقاءات مع رئيس السيسي هلك شايف ايه هي طموحات الدولة وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد يعني بمعنى اخر الدولة عايزة ايه من المستثمرين الدولة نحط الاول مصلحة الدولة فين كلها وبين نتكلم عليها بش حيث ما بقى مصلحة مستثمر مستثمر عايزة يخليها نحط الاول هدف هي مصلحة الدولة ان الدولة تعدي بها المرحلة دي وبين كله بقى يزبط نفسه على الموضوع ده من يعني الفارق بس في وجود رئيس السيسي انه فتح نفسنا لما نشوفها غلط نتكلم فيها وبجرأة لانه عارفين انها تتنفس وبتتنفس شايف انه حاليا السيقة بين المواطن او المستثمر والدولة رجعت نوعا ما بترجع عايزة وقت لانه الكسر الحاجة شيء واصلح شيء اخر عايزة وقت بس بترجع بسرعة على الاقل احنا فيه السيقة جامدة دولتي بنا ان شاء الله انها بترجع بسرعة في امور كتير جدا بيحلوها بالتجارب لا لا يعني هما لما وقفوا ضد عمليات تهريب وقفت صح لما وقفوا ضد تصدير خمات واهضار الموارد الدولة ده وقفت صح عندنا بقى مشاكل كبير تاني يعني دي دولي اكبر مشكلة ترجع مصر لمكانتها هو المواطن المصر اهتم بتعليم المواطن المصر وكيانه تبني عليه اي حاجة انت عايزة ده هياخد وقت يعني ما يجيش حاجة بيقول لي انا رحت المدرسة السنة الجاية ولقيت هنتوقع الكلام ده فلو توقعت غير كده بالسرعة الخالية يبقى بنتحك على بعض فيه كل حاجة هتاخد وقت فيه حاجة تأمل دولتي اتحبت على المراحل وهكذا اصعب حاجة فيهم ان يرجع المواطن المصر تاني زي ما كان وهيرجع ان شاء الله